مع اقتراب نهاية محتملة لمسلسل تأشيرة نوفاك جوغوفيتش يواجه نجم التنس الصربي احتمالية الترحيل خارج أستراليا بعد أن ألغت الجهات المختصة تأشيرته للمرات الثانية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة قبل أيام من انطلاق بطولة ميلبورن المفتوحة للتنس ومن المتوقع أن يستأنف محامد جوغوفيتش الإلغاء في الدائرة الفيدرالية ومحكمة الأسرة كما فعلوا ذلك بنجاح بعد الإلغاء الأول ففي المرة الأولى تمت الموافقة على إعفائه من متطلبات التطعيم ضد كوفيد-19 للمشاركة في البطولة من قبل حكومة ولاية فكتوريا واتحاد تنس أستراليا منظم البطولة ويبدو أن ذلك أتاح له الحصول على تأشيرة للسفر وتم تصعيد الطعن القانوني الذي قدمه جوغوفيتش لتجنب الترحيل من أستراليا بسبب عدم تلقيه لقاح كوفيد-19 إلى محكمة أعلى مع تحديد جلسة استماع للمحكمة الفيدرالية يوم الأحد قبل يوم واحد من بداية حملة الدفاع عن لاعب التنس المصنف الأول عالميا وبطل أستراليا تسع مرات عن لقبه في أول بطولات الجراند اسلام لهذا العام وفي وقت سابق أغلقت الشرطة الأسترالية شارعا خلف المبنى الذي يقيم فيه محامد جوغوفيتش وغادرت سيارتان المبنى وشهدت جوغوفيتش في مقطع تلفزيوني وهو يرتدي كمامة بينما كان يجلس في سيارة بالقرب من فندق للعزل الصحي ويمكن أن يؤدي الترحيل من أستراليا إلى حظر لمدة ثلاثة أعوام من العودة إلى المشاركة في بطولة ميلبورن الكبرى على الرغم من إمكانية إلغاء ذلك اعتمادا على الظروف